والدعم الأول الافتتاحية من معالي الرئيس الهياء شيء يفتح النفس للأمانة يعني كل ما نقول يعني المبادرات تتوقف ما شاء الله تبارك الله كل يوم مبادرة جديدة وكلها تصم في مصلحة الرياضة السعودية الناس اللي تتكلم وتقول هذا الرجل قدامنا يعني قول وفعل احنا ما نريد نزايد على الرجل الرجل حتى يعني لما نريد تكلم كلمته مختصرة كلماته مختصرة ما يحاول انه هو يكرس مفهوم انه هو الواحد لا يقول عمل جماعي والرجل الآن بيسوي شيء احنا من زمان ما شفناه ليست مجاملة ولا ريال طبعا أنا كلام هذا يعني ما يحتاج هو يعني اني انا اتكلم عنه ولا الثاني الجمهور الرياضي واضح انه هو مبسوط سعيد كل يوم مبادرة جديدة من هذا الرجل فالقيمة اللي اعطاها للرياضة السعودية صراحة للأمانة قيمة كبيرة سواء على المستوى المحلي في دعم الأندية واللعبين واللعبين القدامى والمدربين في كل مجال فهو الرجل هذا موجود سواء على الدعم الخارجي في عودة الكثير من الأسماء أو استقطاب الكثير من الأسماء لزيارة المملكة العربية السعودية يعني عمل صراحة استثنائي من زمان ولا عمرنا شفناه للأمانة يعني هذا حقيقة للأمانة عشان كده نقول يجب أن نعترف أن هذا الرجل إن شاء الله بإذن الله بدعم القيادة خادم الحرمين الشريفين سيدي خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه وسموه سيدي إلى أولي العهد الأمين الله يحفظه إن شاء الله رياضتنا بإذن الله سائرة إلى الأمام ولن تتوقف طالما أن هناك عمل جماعي وعمل من أجل أن نقدم نفسنا بالشكل اللائق والمناسب والطبيعي بالرياضة السعودية موسى كيف ممكن هذا